منتصف الليل بتوقيت أبوظبي أثامنة بتوقيت جرينيتش أوروبا وحزب الله نفور سياسي يتحول إلى مواجهة مفتوحة لم يكن حزب الله اللبناني يحظى بشعبية كبيرة في الغرب فقد كان مدرجا على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة وكندا وقد حاولت إسرائيل كثيرا حمل الاتحاد الأوروبي على فعل شيء نفسه لكنها باءت بالفشل فأوروبا لم تكن تريد عزل الدولة اللبنانية بكاملها خصوصا وأن حزب الله شريك في الحكومة الرسمية للبلاد ولكن يبدو أن تدخل الحزب في الحرب الدائرة في سوريا قلب كافة الموازين واضطر الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على وضع الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية لكن كثيرا من اللبنانيين يتساءلون إن كان هناك بالأصل جناح عسكري الحزب يقوم بالأساس على المفهوم العسكري الذي يسميه بالمقاومة الدولة اللبنانية تجد اليوم نفسها أمام معضلة فحزب الله شريك في الحكم الأمر الذي قد يوقع لبنان في إشكالات قانونية دولية أوروبا وحزب الله نفور سياسية تحول إلى مواجهة مفتوحة موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية حوار الليلة مع فضيلة السويسي نرحب بضيوفنا في حوار الليلة ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي توفيق شمان وينضم إلينا لاحقا أيضا من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة أما من لندن فينضم إلينا الصحفي والباحث السياسي عبد الباري عطوان بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسألتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أبدأ نقاش الليلة مع سيد عبد الباري عطوان في لندن ماذا يعني لك هذا التحول السياسي في الموقف الأوروبي توجه حزب الله سيد عبد الباري عطوان يعني لم يكن مفاجئا أن يتخذ الاتحاد الأوروبي أو وزراء خارجيته قرارا بوضع الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب لسبب بسيط لأن إسرائيل تضغط من أجل هذه الغاية منذ أكثر من ثلاثة أعوام ويبدو أنها نجحت أخيرا في أن تجبر أوروبا أو تقنع أوروبا بالإضافة إلى ضغط أمريكي بأن يتم وضع ما يسمى بالجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب هذا يعني أن الكثيرين من كوادر الحزب سيكونوا ملاحقين ومطاردين وسيكونوا ممنوعين أيضا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية هذا في تقديري مؤشر خطير جدا هذا ربما يعطي نتائج عكسية تماما لأن القول بأن حزب الله أو جناحه العسكري حزبا إرهابيا هذا يعني بأن ربما نرى عمليات معاكسة بمعنى طالما أن حزب الله متهم أو الجناح العسكري متهم بأنه إرهابي فربما يؤدي ذلك إلى القيام بأعمال إرهابية إذا كانت التهمة جاهزة إذا كانت التهمة صدرت فماذا يدير الحزب في هذه الحالة أو جناحه العسكري لو قام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا مثل ما كان عليه الحال في السبعينات عندما قامت المقاومة الفلسطينية أو بعض فصائلها بمثل هذه الهجمات هجمت الهجم على الدورة الأوروبية الدورة الأولمبية آسف في ميونيخ وما شابه ذلك أتوجه أيضا بالسؤال وأنقل أيضا فكرتك سيد عبد الباري عطوان لسيد أسعد بشارة الكاتب الصحفي الذي انضم إلينا في هذه اللحظات تحدث سيد عبد الباري عن نتائج عكسية لهذا القرار الأوروبي هل تشاطره هذه الرؤية يعني أنا ربما لا أشاطر هذا الرأي تحديدا الآن لأن حزب الله لا يمكن الجزم بأنه في موقع القادر اليوم على الرد على هذا القرار بالإيغال أو المزيد من الذهاب إلى الأمام في الرد بعمليات أمنية سواء في أوروبا أو في غيرها ربما يكون هناك تماس مع موضوع قوات اليونيفل الطوارئ الدولية الموجودة متواجدة في لبنان بموجب القرار 1701 التي تنتمي إلى الكثير من الدول الأوروبية وبالفعل قد حصلت بعض التلميحات من قوة سياسية وإعلامية وسائل إعلام تحديدا قريبة من حزب الله تقول ما مفاده بأن هذه قوات اليونيفل موجودة بحماية حزب الله وهذا أمر غير حقيقي ومنافي للواقع لأنها أتت لتنفيذ تطبيق قرار دولي وهي يفترض أن تكون بحماية القوى الرسمية اللبنانية وبالتنصيق مع القوى الرسمية اللبنانية إذن هل نتوقع اليوم بعد هذا القرار الأوروبي أن يرد حزب الله أنا أعتقد أن هذا القرار الأوروبي ليس قرارا يتيما هو يستكمل عمليا حالة حصار كان حزب الله هو الذي سببها على نفسه ليس فقط ابتداءا من التدخل العسكري في سوريا بل قبلها وقبلها بكثير في التدخل بعمليات أمنية اتهمته بها بعض الدول في أفريقيا على سبيل المثال هناك بالإضافة إلى تفجير بورغس في بلغاريا هناك محاولة للقيام بعمل أمني في قبرص وقد أعلنت الدولة القبرصية عن هذا الموضوع هناك عمليات أمنية في سيناء ولو تحت ستار مساعدة المقاومة الفلسطينية ولكنها اخترقت السيادة المصرية إذن هذه الأزرع الأمنية التي تتهم الكثير من دول العالم يوم حزب الله بأنه يستعملها وبأن له خلايا نائمة وبأنه مسؤول عن تنفيذ عمليات أمنية أصبح هناك تركم في هذا الموضوع وهذا الطوق الذي أصبح حول حزب الله خليجيا وأوروبيا ودوليا وعربيا وربما إقليميا أنا أعتقد أنه سيدة حزب الله في موقع دراسة وعادة تقييم كل هذه الوضعية قبل أن يقوم بعمل متهور بالرد هنا أو هناك سيد شومان هذا التوجه الأوروبي كان موجودا منذ فترة حسب بعض المحللين ما الذي حال دون تحوله إلى قرار طيلة الفترة السابقة إلى غاية قبل يومين أولا مساء الخير لك والزملائي أيضا المشتركين في هذا البرنامج الحواري بطبيعة الحال أظن أن البيئة العربية الآن مناسبة تماما للقرار الذي صدر عن اتعاد الأوروبي الكل يعرف بأن دول المجلس التعاون الخليجي كانت قد ناقشت عدة مرات إدراج حزب الله على القوائم الإرهابية وبدأت باتخاذ إجراءات ما ضد من تسميه المتعاونين أو مقربين من حزب الله زائد أيضا بأن هناك تهمة الآن موجهة للرئيس محمد مرسي بأنه فر من السجن في العام 2011 بمساعدة حماس وحزب الله أيضا بالإمكان أيضا أن نضيف انخراط حزب الله في الحرب السورية وفي الداخل السوري زائد أيضا ما كان قد تم أيضا في أفريقيا من توقيف أو الإشارة بالتهم إلى بعض المتمولين اللبنانيين والقول بأنهم على علاقة ما أيضا بحزب الله قبل ذلك أيضا كان حدث الأمر نفسه في أمريكا اللاتينية أظن الآن القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي جاء في ظل لحظة عربية حرجة جدا لحزب الله وجاء أيضا في ظل ما يمكن أن أسميه ما له علاقة أيضا بصراح المذهب الدائر بين قوسين في أكثر من منطقة عربية وأعتقد بأن مثل هذا القرار الذي لم نرى شجبا له على المستويات العربية إنما جاء أيضا بتغطية عربية واضحة وبمسبقات أيضا على مستوى ملاحقة ما يمكن أن أسميه الإسلام السياسي والإسلام المقاوم أيضا والذي بدأ مع إسقاط الرئيس محمد مرسي في القاهرة سيد عبد الباري هل الحديث عن التغطية العربية أو الخالجية كما تحدث السيد شومان ما زال جائزا وأنت أكثر من يتحدث عن لعب دور إسرائيل تحت الطاولة لخروج هذا القرار الأوروبي لا شك نحن نعيش حاليا حالة استقطاب طائفي غير مسبوقة في الوطن العربي نحن نعرف حاليا أن كثير من الدول العربية والدول الخليجية على وجه التحديد رحلت أو هددت بترحيل العديد من العناصر التي تحسب على حزب الله خاصة بعد أن شارك حزب الله في معركة القصير في سوريا هذا يشكل تغطية تغطية ما يعني ربما هذا المناخ أدى بالاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ هذا القرار لكن علينا أن نضع في اعتبارنا بأن الحزب الله كان مستهدفا قبل الأزمة السورية بأكثر من عامين على وجه التحديد وكانت إسرائيل تبذل أو تمارس ضغوطا غير عادية على الدول الأوروبية من أجل تجريم الحزب واتباع الخطوات التي تبعتها كندا والولايات المتحدة الأمريكية بوضع الحزب على قائمة الإرهاب أيضا لا يخفى على أحد بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمارس ضغوطا غير عادية إلى جانب إسرائيل على الاتحاد الأوروبي من أجل وضع الحزب على قائمة الإرهاب فأعتقد أن هذا القرار في صدوره جاء في ظل مناخ أمريكي مناخ أوروبي مناخ عربي جزئيا يطالب بتجريم الحزب وعزله وتوجيه تهمة الإرهابي ولكن ما أريد أن أقوله بأن هذا القرار خطير جدا أنت تقول بأن الحزب كان مستهدفا منذ عامين ولكن ألم يعرض حزب الله نفسه لهذه العقوبة بتدخله في معركة القصير وفي معارك أخرى في سوريا نعم الحزب تدخل في الحرب في سوريا لا شك في ذلك أيضا دول أخرى تدخلت في الحرب في سوريا دول خليجية أيضا تدخلت في الحرب في سوريا هل نضعها على قائمة الإرهاب أيضا؟ هناك العديد من الجماعات الحزب مثلا الجيش السوري الحر يقاتل في سوريا هل نقول بأن الجيش السوري الحر يجب أن يضع على قائمة الإرهاب أيضا؟ يعني هناك من يستطيع أن يجادل في هذه النقطة بقوة لكن أنا قلت أن الحزب كان مستهدفا من قبل الولايات المتحدة ومن إسرائيل بسبب عملياته ضد إسرائيل وليس في سوريا قبل أن تحدث الأزمة السورية أنا أوضحت ذلك بشكل جلي يعني الحزب الإسرائيل هي التي كانت تستهدف الحزب وليس مثلا الأطراف العربية أو جامعة الدول العربية التي بدأت مؤخرا فقط منذ أشهر بسيطة عندما أعلن الحزب رسميا بأنه يقاتل في القصير إلى جانب قوات النظام السوري يعني هذا ما قصدته يعني الحزب مستهدف قبل الأزمة السورية بعامين تقريبا وجاءت هذه التهمة الآن ربما تزامنت مع تورط الحزب في القتال إلى جانب النظام السوري في أكثر من مكان في سوريا فالنية مبيتة وجرى استخدام المهاجمة أو تفجير حافلة لإسرائيليين في بلغاريا لتمهيد الطريق لمثل هذا القرار نحن لا نعرف ماذا حدث في بلغاريا لم يوجه أي اتهام إلى شخصيات معينة في حزب الله فقط قيل بأن حزب الله هو المتورط دون أن تكون هناك أدلة حقيقية وملموسة مثل ما نعرف في أوروبا ونعيش في أوروبا منذ 35 عاما جرى إلساق التهمة بدون أن تقدم الأدلة واضحة فتجريم حزب الله ليس بسبب تورطه في سوريا وإنما بسبب عملياته ضد إسرائيل وحرب تموز عام 2006 ما قولك سيد أسعد بشارة ربما الآن انتهزوا هذه الفرصة فرصة مشاركة حزب الله في الحرب إلى جانب النظام السوري من أجل توجيه هذه التهمة أسعد بشارة ما رأيك فيما قاله سيد عبد الباري هل الصراع مع إسرائيل هو ما أتى بهذه العقوبة على الحزب وليس تدخله في المعارك في سوريا في الحقيقة لا أتصور أن إسرائيل ستكون حزينة بهذا القرار الأوروبي وهي أعتقد أنها أيضا عملت والولايات المتحدة الأمريكية ضغطت لتأمين هذا الإجماع لأن القرار داخل الاتحاد الأوروبي في مثل هذا الموضوع يتخذ بالإجماع وقبل يومين كانت هناك دولتان تعارضان وبالتالي مرست عليهم ضغوط وحصل لوبينج بهذا الموضوع وتخذ القرار هذا ليس للنقاش إذا كانت إسرائيل مستفيدة أو سعيدة من هذا الموضوع أو إذا كانت ضغطت الوصول إلى هذا الموضوع جوهر النقاش لماذا سقطت شبكة الأمان التي كانت تحمي حزب الله سواء في الداخل اللبناني أو عربيا أو إسلاميا أو على مستوى العمق الأوروبي الذي لم يكن جاهدا مثل هذا القرار منذ أشهر أو سنوات لماذا حصل هذا الأمر ولماذا وصل حزب الله إلى إسقاط أن يسقط بنفسه شبكة الأمان هذه أنا أذكر أنه في عهد رئيس الحكومة الذي اغتير رفيق الحريري والذي اتهمت المحكمة الدولية حزب الله باغتياله أن رفيق الحريري كان يمثل بحكم علاقاته الدولية مع الرئيس الفرنسي السابق جاك شراك ومع غيره من الدول الإقليمية الوازنة كان يشكل سدا أمام محاولة وضع حزب الله على لوائح الإرهاب أو التعامل معه قوى إرهابية لا بل في العام 1996 حينما اعتدت إسرائيل على لبنان ما يسمى بعناقيد الغضب ساعد رفيق الحريري ساعد رئيس الحكومة السابق في أن يكون حزب الله أن يتم تقبله كجزء من المعادلة اللبنانية السياسية والإقليمية الكبرى ودخل في تفاهم نيسان وتم تشريع وضعه كمقاومة وفي العام 2005 أيضا ساعد الحريري ونائب جمبلات أيضا لعبان نفس الدول لا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء ولكن أقول اليوم أن الوضع الذي وصل إليه حزب الله لم يكن فقط بسبب واجهته لإسرائيل كان بسبب أن إيران استعملت حزب الله كذراع أمني وعسكري واعتبرت أنه يشكل امتدادا لها استعمل حزب الله في الكثير من الأماكن في لبنان وفي خارج لبنان وفي النهاية دخل إلى سوريا في معركة لها بعد إقليمي واضح أما بالنسبة للحكم على السبب المباشر فإن تفجير بورغاس لا يمكن أن يقرأ إلا من خلال إعلان النتائج والدولة البلغرية أعلنت بشكل واضح أن الحزب هو المسؤول عن هذا التفجير وكان هذا التفجير هو السبب المباشر لتحريك مسألة وضعه على لائحة المنظمات الإرهابية سيد شمان الكل يتساءل عن الكيفية التي سيتصرف بها حزب الله إزاء هذا القرار قبل أن أجيب على هذا السؤال فقط أود أن أشير إلى ما قاله أو على الأقل أن أعقب على ما قاله الزميل أسعد بشارة بأن حزب الله هو الذي دفع نفسه تقريبا للوقوع في الجب أو للوقوع في الكمين من قرأ بيان وزراء الخارجية الأوروبيين لم يتم التترق لا إلى سبعة أيار ولا إلى الموضوع السوري ولا أيضا إلى مقاومة حزب الله ضد إسرائيل تم حصر المسألة تقريبا بتفجير بورغاس وأيضا مما له علاقة بقبرص ولكن هنا أيضا وإذا تكلمنا على المستوى الحقوقي وعلى المستوى القضائي لم يقدم البلغار لغاية الآن أي رواية عن الحادثة على الإطلاق يعني يفترض عندما يصدر قرار ظني أو قرار اتهامي أن يلجأ المدع العام تقريبا أن يقدم رواية فيها أدلة على المدعى عليه هذا لم يحصل على الإطلاق كل ما هناك منذ أيام قليلة صدر عن وزير الداخلية البلغاري كلام يناقض ما كان قد قاله قبله وزير العدل وأيضا وزير الخارجية حول عدم حتى أيضا رئيس المحكمة العليا في بلغارية كان قد صرح قبل ثلاثة أسابيع أيضا بأن وزير الخارجية تسرع عندما قال أو عندما اتهمه بأن حزب الله ضالع في عمليات بورغاز هذه نقاط أعتقد أنه كان لابد من التوضيح بها أعود إلى جوابك أظن الآن بدون شك بأن حزب الله أمام تقريبا أمام مرحلة جديدة كان على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني أو على المستوى العسكري ولكن في الوقت نفسي أظن بأن الكرة الآن ليس في ملعب حزب الله بقدر ما هي في الملعب الأوروبي على سبيل المثال المعروف في الجنوب اللبناني بأن هناك تنصيقا بين حزب الله وبين قوات اليونيفيل وهناك اتصالات على المستوى اليومية عشرات الاتصالات بين قوات اليونيفيل ومسؤولين عسكريين في حزب الله كيف سيتصرفون؟ هل سوف يتواصلون مع أولئك المسؤولين العسكريين؟ أيضا هناك سؤال على سبيل المثال قبل أمس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت السيد بلانبي طلب اجتماع مع وفيق صفا وهو المنصق الأمني الرسمي لحزب الله مع الخارج اللبناني داخل اللبناني والخارج أيضا هل ستنقطع هذه الاتصالات؟ ماذا لو طلب الأوروبيون مثل هذه الاتصالات؟ أنا أظن أن هناك صعوبة كبيرة في التمييز بين الجناح العسكري لحزب الله وبين الجناح السياسي ماذا يمكن أن يفعل الأوروبيين بأعضاء البرلمان اللبناني؟ طبعا التابعين لحزب الله كيف سيتصرف الأوروبيون أيضا مع وزراء في تابعين لحزب الله أو مقربين منهم في الحكومة اللبنانية؟ كيف سيتصرف الوزراء أيضا مع سياسيين أو آخرين متعاطفين مع حزب الله؟ يعني كل هذه أعتقد هذه السلة أو كل هذه الأطر يعني كلها علامات استفهام وعلامات استفهام كبرى أرميها ويمكن يرميها الآخرون أيضا في ملعب الاتحاد الأوروبي ألعظهم بأن الاتحاد الأوروبي ترك كوة للحوار مع حزب الله عندما حاول أن يفصل بين جناحين الجناح العسكري والجناح السياسي لو سمحت هنا بهذه النقطة يعني أنت ذكرت نقطة مهمة لو سمحت سيد شمان أعود بها إلى سيد عبد البريع عطوان في لندن لماذا ترك الباب مفتوحا لحزب الله يعني برأيك قضية إدراج الحزب بشقه العسكري فقط ما الذي كان يريد الاتحاد الأوروبي أن يصل إليه بهذا القرار؟ يعني بالنهاية كما قال لك السيد شمان هناك قوات اليونيفيل هناك قادة أمنيين في الجنوب يتم التعامل معهم بشكل يومي ومع القرى جنوب الليطاني يا سيد فضيلة السبب واضح هناك الدول الأوروبية عارضت إصدار هذا القرار وعارضت ذلك منذ سنوات وهي كل مرة تضغط إسرائيل وتضغط الاتحاد الأوروبي من أجل إصدار قرار بتجريم حزب الله ووضعه بالكامل وليس جناح عسكري وجنح سياسي ووضع حزب الله بالكامل مثلما وضعوا حركة حماس على قائمة الإرهاب هذه هي المشكلة الأساسية لكن جرى التوصل إلى حل وسط بأن يتم وضع فقط الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب بما يؤدي إلى صدور القرار بالإجماع مثلما حدث هذه هي العقبة الأساسية الهدف الأساسي هو حزب الله برمته بدون الفصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري النقطة الأخرى هناك خوف في أوروبا خوف من أن يؤدي هذا القرار إلى عمليات أمنية داخل أوروبا سواء من حزب الله أو من أنصاره وهو له أنصار كثيرين أو كثر في أوروبا في إفريقيا في أمريكا الجنوبية فالأوروبيون يخشون بأن تؤدي مثل هذه التهمة إلى عمليات هجومية بطريقة أو بأخرى فلذلك حرصوا أن يتركوا فرصة للجناح السياسي بأن يستمر كجناح مقبول وأن لا تنقطع الاتصالات معه خاصة في جنوب لبنان وفي ظل وجود قوات اليونيفيل هذه هي الأساسة النقطة الأخرى أيضا لا يريد أن يسببوا مشاكل داخل لبنان يعني حزب الله حزب معترف فيه سياسيا دخل الانتخابات فاز بنسبة كبيرة من المقاعد في مجلس النواب أيضا له وزراء ممثلون في الحكومة اللبنانية فكان الموقف محرج جدا بالنسبة للأوروبيين وهذا ما دفعهم إلى الفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي لكن أنا شخصيا أرى بأن هذه التهمة التي جاءت بدغوط إسرائيلية وبدغوط أمريكية ليس لها علاقة على الإطلاق بما يجري في سوريا هذه الدغوط بدأت قبل ثلاثة أو أربعة عوام قبل الأزمة السورية وربما تكون أكرر بأن ربما تكون لها نتائج عكسية إذا أنت اتهمت الشخص بالإرهاب وأنت أصدرت الحكم عليه ربما هذا خلص طالما أنا محكوم محكوم وطالما أنا أصبحت إرهابي لماذا لا أصبح إرهابيا؟ هذه الخطورة في الأمر التي لم يتنبه إليها الأوروبيون الذين رضخوا للضغوط الإسرائيلية والأمريكية أرجو أن تبقى معنا سيد عبد بري عطوان وأيضا سيد شومان وأسعد بشارة نتابع الجزء الثاني من حوار الليلة على سكاي نيوز عربية ولكن بعد قليل نوصل حوار الليلة حول أوروبا وحزب الله نفور سياسي يتحول إلى مواجهة مفتوحة ونرحب مرة أخرى بضيوفنا في حوار الليلة من بيروت الكاتب والبحث السياسي توفيق شومان من بيروت أيضا الكاتب الصحفي أسعد بشارة ومن لندن الصحفي والبحث السياسي عبد الباري عطوان نذكركم أيضا أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك نستعرض معكم بعض المشاركات التي وردتنا من المشاهدين محمد مأمون على تويتر يقول قرار إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب تأخر كثيرا وهو محاولة يائسة من المجتمع الدولي لتدارك تقصيره تجاه ما يحدث في سوريا أبو إبراهيم من جهته يرى أن القرار الأوروبي يعطي لإسرائيل ذريع لضرب مواقع حزب الله بغطاء دولي أما أمين حجار فيعتقد أن القرار يدفع لبنانيون ثمن قرارات والسياسات حزب الله وثمن القرارات الدولية ضده رأى الدغستاني على فيسبوك يقول القرار الأوروبي سيزيد من تشدد حزب الله وربما يدفعه إلى ارتكاب أعمال عنف في لبنان كما حدث في سوريا بشير المختار من جهته يرى أن القرار الأوروبي لن يكون له تأثير كبير على حزب الله خصوصا أن الجناح العسكري يمول من إيران أما محمد علي هلال فيشير إلى أنه كان يجب إدراج الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله على قائمة الإرهاب لأنهما وجهان لعملة واحدة أخيرا السيد سلام يقول تدخل حزب الله في سوريا وترجيحه لكفة النظام السوري دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مثل هذا القرار أعود إلى السيد شمان في بيروت كانت هناك مشاركة تتحدث عن أن القرار قد يزيد من تشدد حزب الله وهي النقطة التي ذكرها عبدالباري عطوان أيضا ما رأيك؟ لا يعني أنا أعتقد بأن حزب الله ليس له أي مشروع خارجي حزب الله أولا وأخيرا يقدم نفسه حركة جهادية مقاومة ضد الكيان الإسرائيلي طبعا حتى الانخراط في الداخل السوري حزب الله قدم خطابا يقوم وينهض على الدفاع عن المقاومة وبالتالي حماية ظهر هذه المقاومة لغاية الآن بالرغم من كل الاتهامات الأوروبية التي تقول بأن حزب الله منخرط في هذا العمل الإرهابي أو ذلك كان في قبرص أو كان في بورغاز في بلغاريا أو كان في نيجيريا أو كان في أمريكا اللاتينية لغاية الآن لم تقدم أي رواية حقيقية لا طلعنا عليها ولا قرأناها ولم يقدموا أي أدلة على ذلك لذلك أعتقد بأن حزب الله ليس في وارد توسيع مهامه الخارجية أعتقد بأن مهمة حزب الله مهمة محلية على المستوى اللبناني ومهمة مصرة القضية الفلسطينية هذه هي العنوين العامة لحزب الله وهذه أيضا هي العنوين التفصيلية أما ما يمكن أن يقال حول احتمال أن يشارك أو أن يستفز حزب الله ويبتز وبالتالي يدفع لأن يقوم بأعمال أمنية أو عسكرية في الدول 28 التابعة للاتحاد الأوروبي فلا أظن أن مثل هذا الأمر في وارد أن يعتمد عليه حزب الله أو بالتالي أن يقدم عليه لا هذا أمر أعتقد بأنه لا يمكن التكهم به على الإطلاق أن أعرف حزب الله تماما وأعتقد بأن أرضية العمل داخل حزب الله وبالتالي العقيدة السياسية والعقيدة الإيديولوجية والعقيدة القتالية لحزب الله مصوبة تماما نحو إسرائيل بصرف النظر عما يمكن أن يكون له من سلوك على المستوى الداخل اللبناني أو حتى على المستوى السوري حتى في سبع أيار وهي تقريبا الإشكالية الكبرى التي اندفع حزب الله فيها قدمها أيضا باعتبارها ولكن سيد توفيق شمان أنت تتحدث عن توجيه حزب الله لسلاحه ضد إسرائيل ولكن لا أدري إن كنت تتناسى أيضا هذا الدور الذي يلعبه الحزب في الأراضي السورية باعترافه ونفسه نعم أنا أقول بأن حزب الله قدم خطابا متكاملا حول مشاركته في الحرب السورية قال بأن انخراطه في هذه الحرب إنما هو يحمي ظهر المقاومة وبالتالي يحمي ظهره هذا الذي قدمه حزب الله زائد أيضا يعتبر حزب الله بأن حليفه النظام السوري استطاع أن يتكيف معه طوال تقريبا الفترة التي نشأ فيها حزب الله حتى لحظة اندلاع الأزمة في سوريا أما القوى الأخرى التي تقاتل النظام السوري فلا يعرف حزب الله عنها شيئا ولكن سيد شمان لو سمحت لمرة أخرى يحمي ظهر المقاومة بقتل سوريين هذا التساؤل يكرره أكثر من جهة في الشعب السوري لا ما هو كمان بالمقابل هناك تهديدات مقابلة منذ ما قبل انخراط العلني لحزب الله في القسير أنا أعرف العديد من مسؤولي المعارضة السورية وكنت أتكلم معهم على الهاتف وكانوا تقريبا يهددون بتنفيذ تفجيرات في الضاحية ولاحظنا في الفترة الأخيرة أيضا ماذا حدث ولم يكن الأمر ردت فعل لا أن حزب الله منذ لحظة وقوفه الإعلامية والسيرياسية مع النظام السوري هو اعتبر أن هذا من واجبه الأطلاقي ومن واجبه الأدبي أن يقف مع هذا النظام اعتبرت المعارضة السورية أن حزب الله أصبح عدوا لها وبناء عليه بدأ كل طرف يتسرف على أساس أن هذا الطرف عدو لهذا الطرف لذلك أقول بأن التكيف الاستراتيجي بين حزب الله وبين النظام السوري هو الذي دفعه بداية إلى اتخاذ موقف سياسي إعلامي مع النظام ثم أيضا في الدفاع عن نفس نعم سيد شومان اسمح لي فقط بس لحظة باختصار لأنه أود أن أدبك شيء كلمة تفضل أوكي لحظة بس أقل من عشر ثواني يجب فعلا أن نتفهم هواجس حزب الله من جبهة النصرة ومن القوى المتشددة التي تقاتل في سوريا أرجو أن تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار تماما ما رأيك سيد أسعد بشارة؟ لا يعني أنا سأرد على هذا الكلام الذي يحمل يغطي مبادرة القتال في سوريا بنظرية برواية جاهزة مسبقا ولا يمكن أن يتقبلها الواقع الواضح أنه بعد قتال حزب الله في سوريا الذي جاء بطلب من إيران طبعا لحماية النظام السوري ومنعه من السقوط أن هذا القتال ونصف مبدأ الحدود اللبنانية السورية قد أيضا أزال من فوق رأس حزب الله أيضا مظلة أمان أخرى هي من النوع الآخر والتي تتعلق بأنه بعد هذا القتال وبعد هذا التمادي سيصدق كل رأي العام العربي والدولي والإسلامي وأي إن كان سيصدق أن حزب الله جاهز لأن يقوم بأية عملية خارج الحدود سواء أمنية أو عسكرية إذا طلبت إيران منه ذلك طيب نحن لدينا لدينا مرحلتين في عمل حزب الله المرحلة الأولى منذ التأسيس وإلى العام تقريبا 1990 وفيما بعد منذ العام 1990 التزم حزب الله بمبدأ قتال إسرائيل في الأراضي المحتلة اللبنانية وأدى إلى تحقيق انتصار في العام 2000 بإخراج إسرائيل لماذا لم يتم الحفاظ على هذا الانتصار لماذا يتم العودة اليوم إلى تذكير العالم بانفجار الخبر وبعملية استهداف أمير الكويت وبخطف الطائرة الأمريكية وبغيرها من الأحداث الأمنية التي يعرف الجميع أن هناك اتهاما مباشرا وواضحا لحزب الله بالقيام بها اليوم بعد القتال في سوريا وبعد هذه الحجج الواهية بأن هناك ظهرا للمقاومة يجب حمايته من خلال دعم هذا النظام الذي يواجه شعبه أنا أعتقد أن هذا الأمر أدى إلى أن يضع حزب الله في زاوية جديدة وأن يطبق الحصار عليه لماذا قامت دول الخليجين بإجراءات استثنائية ضد حزب الله يعني هو قال سيد شومان لابد من تفهم هواجز حزب الله من جبهة النصرة بالتحديد هو ذكر جبهة النصرة بالتحديد ما رأيك؟ أنا أعتقد أن حزب الله تصرف وكأنه خارج الدولة اللبنانية وهذا أمر مؤسف ومستغرب وسيؤدي إلى الكثير من نتائج سلبية على حزب الله وعلى لبنان إذا كان هناك من تطرف ومتطرفين هذه مسؤولية الحكومة اللبنانية أن تقفل الحدود وأن تمنع أي إن كان من الاشتراك في سوريا وأن تنأى بنفسها عن نقل الأزمة في سوريا إلى لبنان ولكن هذا القتال داخل سوريا بذريعة أنه عمل وقائي قبل أن يصل هؤلاء المتطرفون إلى لبنان وإلى حزب الله بالتحديد أعتقد أنه أدى إلى نتائج عكسية السورة السورية التي اخترقها بعض الإسلاميين المتطرفين لم يكن لديها لا القدرة ولا الوقت ولا الأجندة ولا القرارات ولا الخيارات للانتقال إلى لبنان أصلا هي مشتبكة مع النظام في حرب أصبح فيها شبه توازن وبالتالي هل يعقل أن يفكر هؤلاء بالمجيء إلى لبنان والاقتصاص من حزب الله فيما لو كان حزب الله طرفا محايدا في هذا القتال وفيما لو التزم المعيير والأطر السيادية لبلد مستقل اسمه لبنان أعتقد أن حزب الله أزال هذه الحدود ودخل إلى القتال في سوريا بطلب مئنيران لدعم النظام السوري وهذا الأمر سيؤدي إلى نتائج وخيمة وكارثية ليس فقط على حزب الله ولكن فقط على لبنان ككل سيد عبدالبيري عطوان في لندن الإدارة الأمريكية وضعت حزب الله في قائمة الإرهاب منذ 13 عاما ولم يؤثر ذلك بشيء على الحزب حسب مراقبين فعن أي نتائج عكسية كنت تتحدث وعن أي تشدد سيد عبدالبيري عطوان يا سيد فضيلة أنا بس بدي أذكر لك مثل أذكر في أوائل الثمانينات أو آخر السبعينات كانت الحكومة البريطانية تتذرع بعدم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بالقول بأن منظمة التحرير الفلسطينية تدعم الـ IRA ولهذا السبب أو الجيش الجمهوري الإرلندي وكان موضوعا على قائمة الإرهاب ولهذا الحكومة البريطانية لن تعترف بمنظمة التحرير اعترفت العديد من الدول الأوروبية وفتحت مكاتب للمنظمة إلا بريطانيا رفضت الاعتراف بالمنظمة كمثل شرعي للشعب الفلسطيني وأنا سمعت الرئيس الراحل ياسر عرفات وهو في قمة الغضب وقال بالحرف الواحد وقد نشرته في صحيفة التي كنت أعمل بها في ذلك الوقت قال بالحرف الواحد إذا استمرت بريطانيا باتهامنا بدعم الـ IRA ونحن لا ندعم الـ IRA إذا استمرت بهذه الاتهامات فإننا سندعم الـ IRA وسنجعل الدم للركب في داخل لندن بعد هذا التصريح الحكومة البريطانية وفي زمن السيدة مارغرت تاتشر المرأة الحديدية تراجعت واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية وصدر إعلان البندقية عام 1980 الذي يعترف بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ما أردت أن أقوله أحيانا مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى نتائج عكسية وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأا كبيرا لأنه ربما سيقدم لإسرائيل الغطاء لضرب حزب الله وضرب لبنان بشكل أوسع بسبب هذا القرار إسرائيل تريد مثل هذا القرار حتى تنفذ عملية ربما ضخمة ضد لبنان وهي لن تميز بين حزب الله وغير حزب الله إذا ما قررت الهجوم على لبنان هذه نقطة مهمة سيد عبد الباري هذه نقطة مهمة جدا هذا القرار في تقديري استفزازي وودع أن أحيل هذه النقطة التي ذكرتها إلى السيد أسعد بشارة بعد قليل نتابع الجزء الثالث والأخير من حوار الليلة أود إلى ضيوفنا هنا في حوار الليلة أعود إليك سيد أسعب بشارة ذكر سيد عبد الباري عطوان نقطة وهي إمكانية أن يتحول القرار إلى ذريعة من قبل إسرائيل لضرب مواقع لحزب الله وأيضا مواقع لبنانية بغطاء دولي هل هذا وارد؟ وارد ولكن أنا لرأي آخر وهو أن إسرائيل اليوم تتفرج على ما يحصل في العالم العربي وتحديدا في سوريا وتحديدا بموضوع قتال حزب الله في سوريا وهي مرتاحة جدا إلى أن حزب الله يشتت قوته ويأخذها إلى داخل سوريا ليقاتل هناك فلماذا تستحول الأنظار باستهداف لحزب الله أو للبنان في هذه اللحظة بالذات الحرب داخل سوريا يبدو أنها ستكون حربا طويلة ستكون حربا استنزاف قاسية على عكس ما توقعوا حزب الله وبالتالي ما جرى بالنسبة للقرار وضع حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبية يعكس استمرارا للحصار السياسي حول الحزب اليوم الحزب البيئة المتضررة الحاضنة للحزب هي التي ستتضرر لبنان سيتضرر بالتالي كان من المستغرب مثلا على صعيد التفجير بورغاس أن لا يتم التعامل الأوروبي مع الحكومة اللبنانية مع إدارتي لسؤالها عن إذا كان هناك من متهمين لبنانيين تابعين لحزب الله أو غير لبنانيين وبالتالي نعم هيبة الدولة تضررت أنا أعتقد أن حزب الله وهنا هذا اجدهان شخصي يعني ما يحمي حزب الله هو العودة إلى الدولة اليوم بشروط الدولة الحمل أصبح ثقيلا وبالتالي انكشف لبنان وانكشف حزب الله أمام مخاطر كبيرة وهذه العودة إلى الدولة وهذه العودة إلى الدولة بشروط الدولة هي التي تحمل حزب وهي التي تقي أي خطر هجوم أو استهداف إسرائيلي للبنان أو لحزب الله سيد شمان قرارك هذا ألم يضف أسباب جديدة للانقسام الداخلي في لبنان بين حزب الله وخصومه برأيك بطبيعة الحل مشكلة لبنان بأن غسيله منشور على حبال الجميع بدون شك الفرقة والشرذمة التي يعيشها اللبنانيين أو التي يعيشها اللبنانيون منذ عقود ربما منذ نشوء الدولة اللبنانية هذه إضافة أيضا قرار الاتحاد الأوروبي ولكن بالنتيجة مشكلة اللبنانيين أنهم يبحثون عن دولة ويلهثون وراء دولة ولا يجدونها هذه المشكلة هل يزيد هذا من حزة الانقسام؟ نعم ولكن أنا أود أيضا أن أشير بأن الأمين العام لحزب الله سيد حسن كان دعا في خطابه الأخير الذي وصف حتى من قبل الخصوم السياسيين في الداخل في 14 أذار وصف هذا الخطاب بأنه أكثر الخطابات هدوء أمن التي قدمها سيد حسن وفي صلب هذا الخطاب دعوة إلى حوار لبناني لبناني أعتقد المشكلة أنه في لبنان لا يمكن تحميلها لحزب الله فقط بل وظيفة الدولة اللبنانية هي علامة استفهام كبرى عند كل اللبنانيين أيضا مرحلة ما بعد الطائف اللبناني فشلت أو لم يطبق الطائف أو كيف يمكن تطبيقه أو كيف يمكن تطويره وتعديله هذه إشكالية كبرى أعتقد أنا أيضا بأن حزب الله ربما قد يكون مسؤولا في جانب من الجوارب عن بعض الأزمات السياسية في لبنان ولكن تحميله بصورة كلية بأنه يقف عائقا دون أن تقوم الدولة في لبنان أعتقد بأنه هذا ظلم الآخرون ربما أيضا لهم نفس الأخطاء التي ارتكبتها كل القوى السياسية اللبنانية المشكلة في لبنان أن كل الأطراف لا تثق ببعضها البعض المطلوب كما يقول زميرنا سيد أسعد بشارة تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة اللبنانية بس أنا أود أن أسأل السيد أسعد بشارة لنفترض الآن في هذه اللحظة قرر حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية هل يضمن السيد أسعد بشارة هل يضمن رأس السيد حسن نصر الله هل يضمن رأس قادة المقاومة هل يضمن رأس المسؤولين الكبار في حزب الله هذه أسئلة أنا أعتقد بحاجة إلى إجابات قبل أن نطرح نظريات عالية وقبل أن نطرح أيضا بعض الكلام الذي له صدى أنا أعطع بس لحظة أيضا كلمة أخيرة باختصار لو سمحت بدأ الوقت مشكلة اللبنانيين أنهم يبحثون عن دولة ولا يجدونها هذه هي المشكلة سيد عبدالبري عطوان إسرائيل اعتبرت القرار غير كاف ما إمكانية أن تدفع إسرائيل بضغوط أخرى دبلوماسيا وسياسيا من أجل إدراج الحزب بشقيه السياسي والعسكري في قائمة الإرهاب نعم يعني إسرائيل منذ البداية وأنت تفضلت سيد فضيلة وقلت أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت حزب الله على قائمة الإرهاب منذ 13 عاما منذ 13 عاما وإسرائيل تضغط على أوروبا في هذا الالتجاه إسرائيل لا تريد أن تفرق بين جناع عسكري وجناع السياسي هي تريد أن يوضع الحزب بكامل على قائمة الإرهاب تماما مثل ما فعلت مع منظمة التحرير الفلسطينية قانونيا لضرب حزب الله ثم تذهب بعد ذلك إلى المتحدة لمحاولة اعتماد مثل هذا القرار أي وضع حزب الله على قائمة الإرهاب بما يسهل لها ويوفر لها الغطاء لضربه وضرب لبنان في أي حرب قادمة وأنا أعتقد أن الحرب ربما تكون قريبة الأمر الثاني هي أن عندما يوضع الحزب على قائمة الإرهاب مثلما وضعت وضعت منظمة التحرير على القائمة نفسها فهذا يعني أن الحزب عليه بعد ذلك رئيس ياسر عرفات قبل الذهاب إلى مؤتمر مدريد وإلى مؤتمر أسلو أو إلى اتفاقات أسلو فهذه هي الحقيقة يعني يريدوا أن يستخدموا هذه الورقة ورقة الإرهاب وسيلة لابتزاز حزب الله ولعرقلة مسيرته لكن أنا في تقديري أن إسرائيل الآن يعني بقصة ورقة الإرهاب لم تعد تجدي ومثلما تفضلتي يعني لم يتأثر حزب الله بالقرار الأمريكي بوضع على قائمة الإرهاب ولا أعتقد أنه سيتأثر بوضع جزئيا على قائمة الإرهاب من قبل أوروبا إسرائيل نعم تضغط وستستمر في الضغط لأنها ترى في حزب الله قوة خطيرة تهدد وجودها هناك أكثر من أربعين ألف صاروخ لدى حزب الله وهذه جاهزة للانطلاق نحو المدن داخل فلسطين المحتلة في أي لحظة وهذا ما تخشى إسرائيل يعني إسرائيل في حرب الأخيرة أكثر من أربع تلاف صاروخ سقطت على إسرائيل فهي تخشى من حزب الله وتعتبر القوة الأخطر عليها في كل الوطن العربي وخاصة بعد انفجار الأزمة السورية بعد تدمير العراق الإضطرابات الحالية في مصر لم يبقى خطرا حقيقيا على إسرائيل إلا اللي هو صواريخ حزب الله في جنوب لبنان وهي ربما تنطلق في أي لحظة سواء بتوجيه إيراني أو بتوجيه من حزب الله نفسه شكرا جزيلا لك عبد الباري عطوان الصحفي والبحث السياسي من لندن الشكر الجزيل أيضا لسيد أسعد بشارة الكاتب والصحفي من بيروت وأيضا توفيق شمان الكاتب والبحث السياسي من بيروت